ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذه الكلمات قليلة المباني كثيرة المعاني يعني كلمات قليلة جدا في عدد الأحرف بتاعتها لكنها في الحقيقة تحوي العديد والعديد من المعاني إلا لابد النفس المؤمنة إنها تتربى عليها أولا تكثر من ترداد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وتؤدب نفسها بمعاني هذا الذكر العظيم وده شيء من صفات ومن سمات أهل الإمام هذا الذكر لابد أن الإنسان يفهم بعض من معاني هذا الذكر أثناء استعانته بهذا الذكر على أشياء كثيرة في الحقيقة أنه لا حول ولا قوة إلا بالله إن العبد بيتبرأ من الحول ومن حوله ومن قوته إلى حول الله وإلى قوة الله هي توحيد واستعانة توحيد لله سبحانه وتعالى واستعانة بالله سبحانه وتعالى وتوكل على الله سبحانه وتعالى وتمتع العبد بذكر الله واستمتاع العبد بذكر الله مع فقه المعاني وفقه معنى الذكر لأن دبيعين العبد على تصور هذه المعاني العظيمة اللي بتنتشي بيها النفس وتنتشي بيها الروح تسعد بيها النفس ويسعد بيها الروح أنا بتبرأ من حولي ومن قوتي أنا لما الإنسان في انتقالاته بل كل الكون في انتقاله من حال إلى حال هذا التحول من حال إلى حال لا يكون إلا بقوة الله سبحانه وتعالى وانتقال العبد من وضع إلى وضع أو أي شيء أنت بتشوفه ينتقل من حال إلى حال لا يكون إلا بحول من الله سبحانه وتعالى وبقوة هي التي تحرك هذا كله وهي قوة الحق سبحانه وتعالى فإذا تأدب العبد وأدب نفسه بهذه المعاني السامية الرفيعة بالتالي حيبقى عنده حال الأدب مع الخلق وحال الأدب مع الحق سبحانه وتعالى ولذلك ما بنشوف مثلا لما النبي عليه الصلاة والسلام كان كتير بيوصي الصحابة بالإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله لأن مع التكرار بيكون الفهم بيأتي الفهم اتباعا لأن النفس بنستغرق النفس في هذا الذكر فربنا بيفتح بيفتح على العبد أنه من كتر ما بيذكر فربنا يفتح له بالفهم والفقه أي الفهم النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في مروية جات أنه بيوصي أحد الصحابة بأنه يكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله والنبي اعتبرها في مروية أخرى باب من أبواب الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله وساعتها الحق يقول أسلم عبدي واستسلم أي استسلم لمن بيده كل الأمور بيستسلم العبد وبيتبرأ من الحول ومن قوة العبد إلى حول الله وإلى قوة الله سبحانه وتعالى في حال أدب ولذلك لما تيجي تتذكر أو احنا بنسمع الأذان من الذكر اللي المفروض تقوله لما بيقول حي على الصلاة حي على الفلاح أنت بتقول إيه؟ المفروض أنت بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله يعني ما فيش إن العبد لا حول له في تحصيل الخير أو في دفع الشر ولا قوة له في تحصيل الخير إلا بالله سبحانه وتعالى لا حول للعبد في دفع الشر ولا قوة للعبد في تحصيل الخير إلا بالله سبحانه وتعالى بيردد الزكر وبيعيش بقلبه وبيفهم بعقله وبتنعم بيه سائر الجوارح لأنه بيعرف إن كل الأمور بيد الله سبحانه وتعالى فإذا سهى أو غفى عن هذا المعنى بيرجع تاني رد لهذا المعنى الأصيل لا حول ولا قوة إلا بالله حتى وأنا بسمع الأذان وبستعن بالله سبحانه وتعالى لأداء إن أنا حقوم وحتوضى وأوم أصلي فيكون من ألوان الذكر اللي الإنسان بيردده لما بيسمع الأذان عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح إنك بتستعن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله يعني من ضمن المعاني الحلوة اللي قالها وكتبها العلماء إنه لا دفع للشر إلا بالله ولا تحصيل للخير إلا بالله فانت بقولك لا حول ولا قوة إلا بالله بتستعن بالله على الخير اللي انت داخل عليه وبتستعن بالله على دفع الشر ده لابد سلاح يكون في قلب العبد وعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام أوصى الصحابة بأن يكثروا أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله رغب في ذلك فقال هي كنز من كنوز الجنة كنز؟ الكنز هو أفضل ما يدخل الإنسان تلاقي دايما الكنز بتاعه ده بيحوط عليه وحطه في أحسن مكان وشيله في أحسن حتة فإنت هذا هو الكنز اللي انت شيله نفسك يوم القيامة في الجنة بتشيل هذا الكنز بقولك لا حول ولا قوة إلا بالله سيدنا ابراهيم عليه السلام لما قابل حضرة النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء والمعراج وقال له أقرئ أمتك مني السلام سيدنا ابراهيم بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام أقرئ أمتك مني السلام وأعلمهم بأن الجنة طيبة التربة وأنها قيعان يعني وسعة ومتسعة غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فهذا هو الغرس الطيب الذي يغرسه المؤمن ويدخره ويكنزه لنفسه يوم القيامة في جنات الله سبحانه وتعالى الصديق المؤمن اللي كان مع صاحب الجنتين هذا الشخص الذي يجحد ويكفر بنعمة الله سبحانه وتعالى إم تجحد وإم تأصابه هذا الجحود والكبر بما يملك لأله لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله بيعلم هذا الأدب إن كل ما فيه أنت من نعمة وتحولك من حال إلى حال ليس من عندك وليس بقوتك إنما تحولت من حال إلى حال ومن ضعف إلى قوة بقوة الله سبحانه وتعالى وبالتالي ده أدب إحنا لابد إحنا نلتزم به ألتزم به مش بس عشان أدفع عني الحسد طبعا هو جزء من الأذكار اللي الإنسان بيقولها عشان يدفع عن نفسه وعن ما يملك الحسد وفي نفس الوقت الإنسان بيتأدب في داخله بهذه الآداب فتفيض على جوارحه بإنه يتأدب فيما يملك وما يعتقدش إنه عنده من قوة أو من سلطان أو من جاه أو 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 إنه ده من نفسه إنما هذا من عند الله وانتقال العبد وانتقال الأشياء بل وانتقال كل شيء في هذا الكون من حال إلى حال وتحرك كل شيء في الكون بقوة الله بحول الله وقوة الله سبحانه وتعالى فإذا العبد عرف التزم إذا العبد عرف التزم ولذلك الصديق المؤمن لما جه ينصح صاحب الجنتين وطبعا قصة صاحب الجنتين جت في صورة الكهف وصورة الكهف قصت علي أربع قصص من ضمن الأربع قصص دول قصة صاحب الجنتين بتحكي لي حال النفس لما تتكبر ولما تعتد بنفسها ولما تشوف إنه هي الشيء اللي بتملكه بيديها قوة لا المؤمن ما بيعملش كده المؤمن عارف إن القوة هي أو إنه أسباب القوة وإنه القوة العظمى في العطاء أو المنع أو في إعانة العبد على دفع شر أو في استجلاب خير هي من الله سبحانه وتعالى فما بيصبوش غرور لا تفسد نفسه لا يصبها هذا العفن اللي بيصيب بعض النفوس من الغرور بما يملك أو من الغرور بما عنده من قوة لأنه عارف وضعه وعارف حجمه ليه؟ لأن عبده مؤمن فالصاحب المؤمن نصحه قاله كلما تدخل وده أدب لينا إن الإنسان لما يشوف النعم اللي حواليه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله أنا تبرأت من حولي وتبرأت من قوتي إلى حول الله وإلى قوة الله فأنا وما أملك وأنا وانا ما أعتد به وما أعتقد في نفسي به قوة هو من عند الله سبحانه وتعالى فلا يتسرب إلى نفسي غرور ولا أفسد نفسي بهذه الأفكار المسمومة اللي لما بتكبر أو الشيطان بينفس فينفخ العبد بيها فيغتر ويستكبر لا المؤمن بيرد نفسه بيرد نفسه إلى إلى التبرأ من حوله ومن قوته إلى حول الله وإلى قوة الله سبحانه وتعالى فأدب نفسه إنه ما قدرتش أدفع شر عن نفسي إلا بالله ما قدرتش أجلب خير لنفسي إلا بالله فالنفس بتتأدب مرة في التانية في التالتة على فكرة لكثرة إن الإنسان يردد الزكر خير وبركة حتى لو أنا معرفتش أحصله في الحال لكني بالمقال يعني بكثرة إن الإنسان يردد الزكر هيوصل لمرحلة يدوء حلاوة الزكر ولذلك الإنسان لما بيكون مصاحب للذكر بيتزوق بالوقت مش أنا ما أنا قلت وما حصل ليش حاجة أنا قلت أنا بقول أذكار كتيرة زي مثلا في ناس أو بعض الكتابات كنت قرأتها أنتوا بتشغلوا الناس بأقوال وبتبعدوهم عن الأفعال إحنا بنحرص على الاتنين بنحرص على أدب القلب وأدب اللسان وأدب الجوارح وأي خطاب بيتوجه إلى الناس واخد جنب واحد وسايب الجوانب الأخرى هو خطاب الناقص لا نتهم به الخطاب إنما نتهم به من يخاطب يا ما جيش أقول أنتوا مهتمين بالمظهر أو أنتوا عملين تاخدوا الناس تقول لهم تعيشوهم في أوهام الزكر دي كتابات كتبت وأنا قرأتها وجلست إلى ناس بهذه الصفة لكن بنقول إحنا هذا الدين وتلك الشريعة تربي نفس العبد تربي فيه الضمير الإيماني ونسبة الشيء ونسبة الفضل إلى أهله فما بكم من نعمة فمن الله مش من عندي فتأدب أتأدب بقلبي وتأدب بقولي وتأدب بجوارحي أما إذا العبد يعني بيردد أذكار لكنه قلبه معلول وأفعاله معلولة هذا لم يذكر الله لأنه الذكر ذكر بالقلب وباللسان وبالجوارح أي وحدة منهم نقصت أو انتسبتها يبقى أنت لم تذكر الله ذكرا حقيقيا لأن ذكر العبد بالقلب لما أقول لا حول ولا قوة إلا بالله لما أقول مثلا ذكر الاستغفار فأستغفر الله وأنا مصرع المعصية أنا لم أستغفر الله لكن مش هقوله بطل هقوله استمر لكن لازم يعرف أنه أنه الذكر بتاعه نائس لازم يستمر على صنع على صنع الخير ما ينفعش يستغفر وهو لم يؤدي الأمانات إلى أصحابها وحد بيسرأ أو وحد سرأ ولم يرد هذه الأمانات لأصحابها وقعد للنهار يقول استغفر الله نعم أنت تستغفر الله من شيء أنت أمت عملت خطأ نهاك الله أن تصنعه فأنت تقوله يا رب أنا أغلط وأجأر إليك باستغفاري لكن عشان تكون طبتك صادقة واستغفارك يكون استغفار حقيقي لا بد من رد الأمانات إلى أصحابها كذلك العبد لما بيردد لا حول ولا قوة إلا بالله ما يمكنش يجي يقوله هو أنا بيحصل فيه كده ليه هو أنا عملت هو أنا عملت إيه ربي في حياتي لا بيتأدب بيتأدب بالقلب وبيتأدب باللسان وبيتأدب بالجوارح حتى أنه الذكر بيبقى شامل هذه الأمور الثلاث عشان يكون الذكر ذكر عام مش ذكر قاصر